التلوث البيئي يخنق العاصمة الأفغانية كابل لا سيما مع حلول فصل الشتاء فغياب البنى التحتية واستخدام وقود غير صالحة واستعمال الفحم للتدفئة كلها عوامل تحول المدينة إلى منجم للغازات مشكلة دفعت البرلمان إلى إطلاق تحذير من تبعات هذه الظاهرة على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التلوث فمع الأسف لا يوجد في العاصمة حتى الآن مشروع للصرف الصحي بالإضافة إلى اقتضاد المدينة بالسكان وتراكم سيارة بدون مواصفات جعلت العيش هنا صعبا ما يهدد حياة الناس عوامل كثيرة تقف اليوم سببا أمام معاناة الناس هنا في كابل منها تغييرات المناخ التي أدت إلى جفاف نهر كابل المتنفس الوحيد الطبيعي بالإضافة إلى غياب الرقابة على استيراد الوقود ما أدى إلى تسجيل وفيات بسبب التلوث هناك تساعد المقلق في عدد المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة والتنفس 50% هي نسبة زيادة هذه الأمراض خلال فصل الشتاء ونستطيع أن نقول إن الضحايا التلوث يفوقون ضحايا الهجمات بكثير المنظمات الناشطة في المجال البيئي هي الأخرى تدق ناقوس الخطر خاصة وأن التقارير تتحدث عن تلوث المياه الجوفية والسطحية في مناطق كثيرة من أفغانستان مما سيؤدي حتما حسب هؤلاء إلى تهديد فعلي لحياة الناس استمرار نزول الأمطار والثلوج طيلة اليوم سمح بانقشاع نسبي للغبار الكثيف الملوث والذي يشكل هاجسا حقيقيا ويوميا بل وبات يهدد حياة الناس صفة الله صافي الحرة كابل